هذا وقد عرفت نهاية المواجهة المحلية بين شباب الوزداد وإتحاد العاصمة بملعب 20 أوت اختحام الأنصار لأرضية الميدان احتجاجا على الهزيمة التي تلع الشباب في المركز الأخير مع تسجيل العديد من الجرحى في صفوف أنصار الشباب ولولا تدخل قوة الأمن لن فلتت الأمور أكثر مثل ما نشاهده في هذه الصور المؤسفة كما حاول الأنصار الاعتداء على لعب شباب بالغ وجرار ترجمة نانسي قنقر